فضيلة الشيخ أفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول أمي مريضة بمرض يسمى الزهايمر وهو فقدان للذاكرة وفي مراحله المتقدمة تنسى تارة وتتذكر أخرى والنسيان أكثر ولا تستطيع أن تحدد الوقت يقول لكنها تعرفنا نحن أبناؤها وبناتها وقد دخل رمضان ولم تصوم سؤالها هل عليها كفارة في ذلك لم تصوم نعم وليه ما ذكرتها أنه دخل رمضان وتصوم ذكروا الناس نعم على كل حال تقضي تقضي ما افطرت ولكن في المستقبل تذكر نعم